من الشمال الى الجنوب وبغض النظر عن القوة المسيطرة تتخطى حبوب الكيبتاجون الانقسامات لتحول سوريا الى دولة مخدرات عبر تجارة مربحة ترفض خزينة الاسد بملايين الدولارات حرب حقيقية خضتها الاردن ضد عصابات تهريب المخدرات على الحدود ادت لمقتل اربعة مهربين من ابناء المنطقة يتبعون لميليشيا حزب الله لبناني بحسب شبكة السويداء اي ان اس الانشغال الروسي في الحرب الاوكرانية ترك فراغا لميليشيا ايران في الجنوب السوري بحسب تصريحات سابقة للملك الاردني والذي تترجمه بيانات الجيش الاردني بضبط ملايين حبوب الكيبتاجون القادمة من سوريا بين الحين والاخر لا تكتفي ميليشيا ايران بالتصدير ظاهرة تعاطي المخدرات في سوريا تحولت من السرية الى العلن مع نشاط حجم تجارتها في البلاد بحسب دراسة لمركز الحوار السوري بشراكة مع منظمة ميدي كلوبال الدراسة تحدثت بلغة الارقام عن ارتفاع حالات الادمان على المخدرات بين السوريين لا سيما في مناطق النظام من ثلاثة الى ثماني بالمئة فيما سجلت نسبة تعاطي الادوية المسببة للادمان ارتفاعا من ثلاثة الى ستة بالمئة اما عن مصدر المواد المخدرة فكانت استدارة للأسد وشريكه الايراني اذ اصبحت هذه المواد رخيصة الثمن سهلة التحصيل بحسب الدراسة مدير برنامج اليونيسكو لمكافعة المنشطات في سوريا كشف عن انتشار كبير ومخيف للمنشطات تحت مسميات حب السهر بين طلبة المدارس والجامعات في مناطق سيطرة النظام صناعة وتجارة المخدرات لم تعد تؤرق الاردن فقط كدولة مجاورة تستهدفها عمليات تهريب شبه يومية حبر وكلاء ايران في المنطقة بل باتت مصدر رعب داخلي في الجنوب السوري وخاصة درعة وفقا لتجمع احرار حوران اذ تنتشر ظاهرة الادمان على نطاق واسع دون التفريق في الجنس او العمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر